موسيقى بدورها أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد إبراهيم سيسي البوعينين أعربت عن رفضها واستنكارها الشديدين للقرار الأخير الصادري عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي احتوى على مغالطات وافتراءات لا تستند إلى دليل ولا تمت للواقع بصلة وبعيدة كل البعد عن الموضوعية والمصداقية في ظل ما تشهده الإمارات من سجل حافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان حيث إنها ضربت خلال أزمة كورونا أروع الأمثلة في العمل الخيري والإنساني داخل الإمارات وخارجها من خلال تقديم المساعدات للعمالة الوافدة وتسهيل سفر الأجانب إلى بلدانهم وتقديم المساعدات الطبية واللقاحات لعدد كبير من الدول ما جعلها تحظى بإشادات المجتمع الدولي بكافة مكوناته وبينت اللجنة أن المزاعم المغلوطة التي تطرق إليها القرار وتمس هوية وقيم المجتمع الإماراتي تعد تجاوزا مرفوضا وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للإمارات الشقيقة وهي دولة القانون والمؤسسات